اعزائي طلبات وطلبات الصف السنسان ومناجه معكم بسلامة فوز والنهار ده معدنا معيون التن الوحدة العشرة والاخيرة من السكن تيرم التيرم بتاعنا التاني الجزء الاول بيتكلم على زي ما احنا متعودين في البارت ون بنشرح مع بعضينا اللي هي الكلمات وكل الجزء بتاع المصطلحات وحرف الجر والحاجات اللي معنا طبعا عبارة عن كلها ده هنحلها مع بعضينا الشوز ولو في حاجة جزر هنحله ايه مع بعضينا وان شاء الله في الجزء التن اللي هو هنشرح مع بعضينا الجزء بتاع ايه الجرامر اه يون التن بتتكلم على زي سايكل اوف لايف تعني نشوف ما بعضينا كده اول حاجة طبعا هو بيتكلم على مراحل الحياة دورة الحياة مراحل الحياة المولود جديد طبعا يعني طفل يعني رضيع طفل في مرحلة المش طفل في سن المدرسة اللي هما طبعا ايه الصغار بعد كده هنا يعني ايه مراهق بقى كده اللي هو المراهق هنا يعني حدث يعني تحت السن هنا ناضج او بالغ يعني راشد في مرحلة الابوة يعني متوسط العمر يعني كبير السن يعني كبير السن يعني كبير السن يعني في سن ايه المعاش ودي طبعا ايه الحاجات اللي هي ايه اتكلمنا عنها اللي هي اللي هي مراحل الحياة عندك طبعا من خمس سنوات او او تودلر وعندك من طبعا دول اللي هما او الوعيو. كانت تلاتاشرة تسعة سنة اللي هو من سيرتين تونين تين ييرز. ده اللي هو اللي هو الادو اسلانت. اللي هو طبعا برضو يعني ايه تينيجر مراق او جوفينايل. وبعد كده طبعا من توني ايرزهو اللي هو اللي هو الادول أو كروون اوب او بيرانت وطبعا 40 يرز اللي عنده 40 سنة ده الميدل ايج دي بيرسن وعندك طبعا اللي عنده 60 يرز طبعا هو الشخص الالدرلي او سينيور سيتزن او بينشنر اللي هو طالع عليه المعاش بعد طبعا توكينج باوت ستيجز وف لايف هنا طبعا كارير مجال عمل سيفينجز اللي هي المدخرات يعني التقاعد اه تنبر طبعا ايه تانترامز اللي هو نوبات غضب هنا يعني التواتر او الضغط بنشن اللي هو المعاش اللي هو رفيق اللعب يعني ايه ترقية نكمل مع بعضين كده الجزء بتعمين بقى اللي هو برضو ايه بقى الريدينج تيكست ودي عبارة عن جيل اللي هو الجيل اللي هو فترة من الوقت يوجه لسيرتي ايرز حوالي عند ثلاثين سنة دابل دي هنا معناها يتضاعف ملتبلايد باي تو ترند هنا معناها موضع او اتجاه يعني عبارة عن جينوريشن ديفولبمنت تشينج طبو الدرماتيك اللي هنا معناها جريتلي يعني بصورة هائلة جريتلي بعد كده هنا ايه اللانج بتي اللي هو اللانج لايف اللي هو طول العمر هنا وبعد كده هنا عبارة عن سعورات حرارية وهنا كانسر اللي هو السرطون كونسيوم هنا يستهلك معناها يوز او ايد طيب ويه وبعد كده هنا ايه السنتينيريانز دوله هما بيبل هو ار وان هوندرد ايرز اولد اور اولدر يعني ناس معمرون يعني عمرهم اتعدى المئة سنة اللي تشالنج هنا عبارة عن ديفكل تاسك يعني تحدي هنا فيزيكال اوف زبادي حاجة طبعا بدنية بعد كده كرو نولوجيكال اللي هو ايه زمنيا يعني ده حاجة من ال ايج يعني بايولوجيكال او اورجانيك يعني حاجة عضوية بعد كده ايه بوسشار وضع الجسد او الوقوف او قلوس اللي هو متوسط العمر العمر يعني ارقام مسجلة طبعا هنا اللي هو التقدم في العمر بعد كده او بروسس بعد كده ايه سلوب حياة صحي الظروف الاجتماعية خلصنا الجزء ده نروح مع بعضين على الجزء اللي هو ايه بعد وهنا عندنا معناها معناها حبوب دواء معناها كشف عام كيب تو يعني الالتزام بي كيف فت يحفظ على اللياقة بعد كده جو جوجينج يعني مارسي الاجتكتف وز يعني طبعا صفات بالصفكس او البرفكس يعني يعني متوازن جيدا والقف سريع جدا او غني يعني قول بنيان محفوظ جدا مهزب جدا يعني مجزي او راتب مجزي يعني مهندم او شيك لا بيسهل يعني مثقف او زود راية يعني ايه يعني سري او غني والنون مشهور يا حالة صحية ايه جيدة بقى كده الهيلسي ايتينج الاكل طبعا الصحي لما طبعا ايه نوتريشنال فاليو طرعا نجيب من كلمة نوتريشن نوتريشن ضايت غزاء او نظام صحي قنقا الضايت يعني يتبع حماية غزائية ااااااااااااااا واحمية غزائية ان اسليت يعني رياضي هاي انرجي يعني غني بالطاقة هاي ريتش اند لما قول هاي يعني غاني بي او ريتش اند غني بي يعني قليل بروتين اللي هو البروتين اللي هم الكربوهايدرات بعد كده فات اللي هي ايه الدهون. بعد كده الجزء اللي بعد كده هنا الحاجة طبعا نحن عبنا كلها زي طعم حار او اللي يتسالي او فاتحها للشاهية. جريزي جريزي فودز اطعمها دهنية كريمي سوس شرب شربة دسمة جونك فود اللي هي الوجبات السريعة فيزي درينك اسمه شربات غازية اه دايري بروتاكتس دايري بروتاكتس اللي هي طبعا للمنتجات الالبان ون اديلي بيسيس اللي هي بشكل يومي. بعد كده هيلس كونشوس اللي هو مروعي للصحة رو يعني ني غرمته فرايد محمر او مقلي بيكت مغبوز رست مشو بالفرن جريلد مشو على النور كانت لا يطيك يعني يكره يعني ايه لا يمانع. الجزء اللي بعد كده طبعا جزء الوردس اوفن كونفيوز عندنا بعض الكلمات اللي هي طبعا دايما موربيكا زي هيل. هيل هنا معناه يلتائم الجرح. لكن كلمة يعني يتعافى من مرض وكيورد هنا يعني يتم علاجه من مرض. اما حاجة ايه طبعا شفاء كسر عزوم. او حاجة صلاحت يعني. ده الفرق بينهم. بعد كده الفرق بالرسيبي وده حاجة اسمه وصفة طهية. وريسيت وده اصال او فاتورة. بريسكريبشن لوصفة طبية. يعني تعليمات التشغيل. تعليمات ايه? التشغيل. اما في الجزء بتاعها على رقم سريه هنا بيقول لك ايسي. ايسي يعني طريق زلك يعني يعني طريق كده ايه? اه ممكن اي شخص ايه يزحلق فيه. هنا يعني مجمد. اما يعني يعني مجمد او مجمد. اللي هو طبعا برد او برد. طيب الجزء اللي بعد كده هنا طبعا عندنا سلايس. سلايس يعني شريحة. اللي هي كمية الوجبة او الطبق. طب و بليت. بليت هنا عبارة عن طبق. طب و ديش اللي هي الاكلة. يعني يقول لك ما يفرد ديش اسكوشري. يبقى الاكلة المفضلة بتاعته هي الكوشري. طيب هنا جاسي ووتر بعدناها طبعا مياه غزية. طب و فلات ووتر معناها مياه عادية. طب فيزي درينكس اللي هي المياه الغزية. تسوي قاسي ووتر. طب سبركلينكوووتر هنا معناه مياه فواره. و بابلي ووتر هنا معناه شامبانية. ايه بعد كده طبعا الفرح بين يعني جرح وانجري اصابة لكن بين او الالم. ايه اللي هو ايه الوجع. بعد كده هنا طبعا الفرح بين نيبلز. اللي هي ايه تسالي. دي الزرت اللي هو طبق الحلو. يعني جزء من الوجبة. بداية الوجبة. بعد كده اللي هو فاتع الشهية. بعد كده اللي هي كمية ايه الوجبة. خلصنا الجزء بتاع الكلامات طبعا الموربيك هالروح على اللي هي المصطلحات والفيكس وناخد بلنا منها هنا. هنا معناها يعني شخص كده ايه يصبح عنده طاقة وحيوية. جوز باد هنا معناها جوز اف ومعناها يعني مش حاجة كويسة ان هو يأكل اكتر او يشرب حاجة اكتر. هنا معناها يعني يعمل حاجة هنا ايه هو ايه تو كيب بيزي بيزي هنا يعني يبقى مشغول يعني وهو منتظر حاجة يعني يشغل نفسه بحاجة يعني. اما معناها هنا طبعا وقت عظيم هنا. طيب هنا معناها وده الشخص اللي هو بيحب يقعد على الكانبه ما بيتحركش. هو ويقعد يتفرج على التلفزيون بقى. وهنا معناها وهو وده الشخص اللي بيحب اكل ايه السويتس الحلويات. الجزء اللي بعد كده هو ناخد بلنا منها. دو وز اوت معناها مانج وز اوت يستغني عنه. تيك اوب معناها ستورت يتخذ هواية. بوت اون معناها جينوية يكتسب وزن. جيد اوفر معناها يعني يتعافى من. بوت اوب وز معناها تولوريت يتحمل او يصبر على. جيف اوف هنا معناها ريليزنج او اميتنج يبعس رائحة. جيف اوت معناها ديستريبيوت يوزع. قطوت هنا معناها يعني يزيل او يمتنع تماما. طيب كيب اوف هنا معناها يبتعد عن. طيب وكود دو وز معناها وود لايك يود جدا ان. ليفون معناها سورفايف باي ايتنج وان فود يعني يعيش على حاجة معينة. الاخر جزء معنا متهيال اللي هو جزء بتاع البروبزيشنز اهو يعني في فورمة جيدة يعني منتقص الصلاحية تحت ضغوط مدمن على يعني يبدأ اهمية غزائية عنده حساسية لحاجة ريكوفر فروم يتعافى من. كيب تو يلتزم بي. كوب وز يعني يتلائم معه. فروم تايم تو تايم من وقت الى ايه اخر. كده هنروح على بعد كده الجزء اللي بعد كده هو طبعا ايه الاكسرسايز اه على الكلام اللي احنا اخدناه ده كله. اول سؤال هنبدأ بايه اللي تشوز. تشوز ايه ووردس. في كوشن نمبر هين وان هنا بيقول لي ايه وديو ماين دفاي طبعا عندك منة لو انا هطلب طبعا حاجة تانية وفي يعني هنا لازيزة. طيب هنا بليت ولا ديش ولا هلبين كل كورس. احنا قلنا طبعا بليت هنا يعني ايه هنا يعني طبق وان هنا سلايس شريحة وان هلبين يعني كمية الوكبة والطبق وهنا ديش الاكلة. طبعا انت محتاج هنا ايه كمية كمية اكل هنا. اللي هي ازا امونت of what that you get. يبقى انت طبعا محتاج هنا ايه كلمة اللي هي ايه عشان تعليمات ولا recipe طبعا هنا كلمة مين هنا recipe. اما prescription هنا اللي هو طبعا وصفة طبية وال receipt ده الايصال اللي انت بتاخده ايه عشان طبعا تدفع ايه المصاريف بتاع الاكل يعني او اللي هي الفاتورة. اما في number three هنا بيقول لي i found the pizza. i was looking for in the food section at my local supermarket. طيب هنا انزع ايه بها freezing ولا cold ولا ice ولا frozen foods هنا طبعا انت ايه محتاج frozen foods. frozen ايه? foods يعني اطعم ايه مجمدة. ف number four هنا بيقول لي whenever we go out to dinner. ايه وقت طبعا هنطلع فيه عشان العشاء. we always choose. احنا بنختار طبعا نfish for our main. من هنا ايه بقى starter starter. دي بداية الوجبة. طب course. كورس هنا اللي هو ايه هنا. تعال نشوفهم هنا مع بعض كده اهو. كلهم اللي هما ايه? اللي هو جزء من الوجبة. يعني احنا نختار طبعا هنا ايه كورس اهو. اما في number five هي طبعا بتكره تشرب ايه water especially after meal يعني تحبش تشرب مياه وخاصة بعد الوجبة. طيب هنا مياه ايه هنا? مياه هنا فلات. دي المياه العادية. المياه ايه العادية. انواع المياه هنا زي ما قلنا. اللي هي ايه? ايه? اه اه بيقول ازا? was so deep that it needed three stitches. طب ايه هو اللي كان عميك جدا لدرجة ان هو احتاج تلات غرز. كلمة تلات stitches هنا يعني غرز هنا. اللي هو الجرحة. اللي هو ال wound. wound يعني ايه? جرح هنا. لكن انجر هنا يعني اصابة. بين الام. نيجي بعد ايه كوشن نبر سيفن بيقول هنا. she was told it would take weeks to from the accident. يعني هي اغبرة ان هو طبعا هتاخد ايه هنا? اسبوعين علشان تصحى منه من الحادث. اللي هي recover from recover from. يعني يشفى من? يشفى ايه من? اما في number eight هنا بلوقف you exercise regularly. هتتدرب بانتظام and eat sensibly. وتاكل طبعا اكل ايه هنا? مش اكل كتير يعني حساس كده. you will spend a lot. هتقضي كسير loss less on ايه? ميديكال ايه هنا? ميديكال طبعا هنا ايه ميديكال ايه بيلز. يعني ان انت طبعا تحافظ على كمية الاكل اللي انت بتاكلها ولا يلا. احسن لك ما تصرف طبعا فلوس كتير على ايه? الاقراص الطبية. وفي نمبر الى يمدي طبعا يعني بيعيشوا ايه اكسر صحة. اه زان زي دد 50 ارزقوهم من هما طبعا في الخمسين سنة اللي هي عدت يعني. وده اسمه نمط حياة اللي هو اللايف ستايل هنا. لما اقول هلسير لايف ستايل يعني هلسير لايف ستايل يعني هلسير لايف ستايل يعني يعني نمط حياة صحي. في number ten بيقولي people are a lot younger than they were يعني كثير من الناس صغيرين جدا عن مكانه. but a lot depends on their social لكن كثير منهم بيعتمد على social ايه هنا? حاجة اسمها social circumstances ودي اسمها الظروف الاجتماعية. والظروف ايه? الاجتماعية. نروح بعد كده على question number eleven. في number eleven هنا بيقولي ايه هنا? people have much higher life today than they did in the 19th century. طيب هنا محتاجين. طبعا هنا احنا محتاجين اللي هي ايه? حاجة اسمها life expectancy. يعني life expectancy هنا يعني متوسط العمر. متوسط ايه? العمر. وفي question number twelve بيقولي of course we can't stop the aging but we can certainly slow it down. يبا هنا ايه? stop the aging? ايه? ايه هنا? aging process. يعني عملية سنية هنا كده. process اهو. دي معناها طبعا هي التقدم في العمر يعني طبعا مش هنقدر نتوقف او هنوقف طبعا هي التقدم في العمر. but we can certainly slow it down. لكن نقدر ايه نقلل منه. نقلل ايه? منه. question number ستين ايه بيقول there is a record. طبعا there is a record number هنا يعني ركب مسجل off wanting to start up their own business. يعني عايزين طبعا ايه يبدأوا العمل بتاعهم او business بتاعهم. وذي طبعا هنا ايه? اللي هما the pensioners. اللي هما طبعا الناس اللي هو على اللي هما على المعاش هنا. اما في number fourteen بيقول له he can't sugar in his tea. ما يقدرش يبطل السكر في الشاي بتاعه. يعني هنا اللي هو او يستغنى عنه. فانقول طبعا do is out. do is out يعني هنا يستغنى عن السكر. في number fifteen بيقول له I think you should اعتقد ان انت لازم هنا a hobby. هنا طبعا كلهم دول اسمهم aho. لازم نحفظهم وناخد بالنا منهم. كل هو طبعا محتاج هنا يعني يتخز ايه? هواية. يتخز ايه? هواية. اوكي. اللي هي take up يعني يتخز هواية. اه كوشنز بلعد كده طبعا هنا. في number sixteen بيقول له have you not such cheese wheat. طبعا هنا هل انت لاحظت ان هي طبعا قلت في الوزن بتاعها? اللي هي ايه هنا? او زادت في الوزن هنا? طبعا احنا محتاجين هنا put on. put on هنا يعني ازداد في الوزن. put on هوا معناها gain او اه gain wheat. يعني يكتسب وزن. بعد كده اروح لكوشن number seventeen بيقول له I don't think. انا لا اعتقد I'll ever the shock. على ever the shock هنا معناها get over يكتاز او يتعافى من الصدمة. تعال شوف get over هنا معناها ايه? معناها recover from recover ايه? from. في كوشن number eighteen بيقول له زي couldn't هما ما قدروش طبعا زي وكلمة هنا يعني ضوضاء. يبقى ما قدروش هنا يتحمله. حاجة اسمه put up with. put up with هنا يعني يتحمل. tolerate. tolerate يعني يتحمله او يصبر على. والروح بايكا هكوشن number nineteen بيقول له زي were giving. زي were giving free shampoo samples. زيت smelled really nice هنا. طبعا giving ايه هنا? هتبقى giving out. giving out free shampoo. يعني give out هنا. give out هنا معناها distribute يعني يوزع. يوزع انواع من الشامبو لها رائحة جيدة. هنا بيقول له هنا يعني هنا عايز يقول له بطل الاكل اللي هو الغير صحي وانت هتشعر ان انت كويس جدا يبقى هنا طبعا كتاوت وكلمة هنا يعني يقلل حاجة يقلل هنا. هنا معناها يزيل او يمتنع تماما. في نمبر توني وان بيقول له اي ساي وي كود اول ابريك رايت ناو. طيب هنا ايه هنا بقى? اول دو وز. دو وز هنا يعني يستغني عن اهي دو وز. دو ايه? وز. معناها معناها كده مانج وز اوت. مانج ايه? وز اوت ابريك رايت ناو. في نمبر تويني تو بيقول له ازاي سالوري. سالوري هنا يعني مرتب. اي جيت is not enough اللي انا بحصل عليه ما هو مش كافي تو ان انا اكمل حياتي او اعيش به. هنا محتاج هنا يعني يعيش عليه هنا. وفي نمبر تويني سري بيقول طبعا ان هو يبقى لائق صحيا. is that you pay attention to your diet. طبعا هنا ايه? هنحتاج اللي هي وكلمة هنا يتطلب ان يتطلب ان ان انت لازم تكون عندك يعني ايه تاخد بالك من بتاعي. في تويني فور هنا بيقول ايه? برضو هنا بيعتمد على ايه هنا? بيعتمد على state of mind. لما قول state of mind يعني حالة العقل حالة عقلك يعني او مخك يعني. في نمبر تويني فهي بيقول he was completely of his illness. يعني هو شفية تماما من ايه او تعالج من المرل بتاعه. وهنا كلمة تعالج هنا يعني ايه كيورد يعني يعني ايه تعالج. اما في قوشن نمبر تويني سيك سي يقول الشي eat's very badly. بتاكل بطريقة سيئة. she practically lives junk food يعني هي دايما بتعيش او عمليا بتعيش على الطعامة الجنك الغير صحية وهي حاجة اسمها live on. live on يعني يعني don't you time. وهنا عايز اقول لك ان انت ما تهدرش الوقت بتاعك on this. it's never going to work. لان ده حاجة مش هتشتغل. يبا هنا don't waste your time. don't waste your time. فنمبر تويني تو بيقول she eats lots of chocolate بتاكل شوكولات كتير. doesn't she? yes i think she's addicted it. وهنا خدناها اللي هي addicted to it يعني مدمنة لحاجة. وفي قوشن نمبر. اه اه توينيين بيقول shal we go to spin. ممكن لو سمحت نروح ispania or Italy for our holiday. اما نروح ايطاليا في الاجازة. قال له i think i'd go to italy than spain. يعني هنا ايدي هنا. المفروض هيقوله ايدي اه اه المفروض هيقوله ايدي هنا ايه ايد راظر. ايد راظر هنا. وفضل ويجي بعدها انفينيت فاهم. اوكي? اما في كوشن نابر ست بقول له هف يو سين بريان ريسنتلي. يعني هل انت شفت بريان مؤخرا? قال له انا ما شفتوش بقالي سنوات. فطبعا هنا هتقول له فو اجس يعني بقاله كده ايه سنوات. نروح بعد كده على كوشن نابر ست وان. بقول له اي دون يو تراي يوغا? ليه ما تجربش تمارس رياضة اليوغا? قال له اي تراي ديت وان ساعة. يعني جربتها مرة. يعني لكن انا اعتقدت ان هي رياضة ايه هنا? كلمة هنا يعني ايه مملأ. فنبر سرتتو هنا كل واحد راح للمطعم الهندي. عايز اقول لك هنا معادة وهنا كلمة معادة يعني اكسبت او. اكسبت يعني ايه معادة. نجي بعد كده لكوشن نابر كام هنا نابر سيرتي سري بيقول شي هاز اسويت شي كانت سينو توت شوكلة كيك وهنا حاجة اسمها السويت توس يعني هنا آآ بيحب الحلويات جدا. ما يقدرش يقول للشوكولاتة لأ. اما في كوشن نابر سيرتي فور بيقول لهي حاجة التزاكر فور زي شو للعرض عشان يتجنب طبعا هو يقف طبور هنا طبعا آآ عشان نقول هنا طبعا نقول تو اففايد تو ايه اففايد. اه في كوشن نابر سيرتي فاي بيقول لهي وور جاست طايم انتل اوور بوردنج طايم اس ديو يعني عايز يقول لك طبعا هنا ويور جاست كيلنج طايم يعني احنا كنا بنضيع الوقت لغاية ما ييجي ايه الوقت بتاعنا يعني يشغل نفس بحاجة يعني وهو بيستنى حاجة تانية يعني في انتظار شيء اخر يعني اما في نابر سيس سيكس هنا بيقول لي you will soon get the cold if you stay in bed وهنا get over ودي معناه هنا يشفى من البرد يعني انت هنا تشفى من البرد حالا لو انت تبقى في السرير يعني في نابر سيس سيفن هنا بيقول لي he is a potato he watches tv five hours a day شخص كده ايه اللي هو ايه couch potato ده شخص كده قاعد قدام التلفزيون للنهار كده يقعد خمس ساعات او يبقى اسمه ايه كده couch potato في نابر سيرتي ايت هنا بيقول لي she took an umbrella with here in a trend فعايز اقول لك في حالة ان هي لو مطرت هنا يبقى طبعا انت هتقول له هنا in case in case يعني في حالة ان هي مطرت طب ليه انت ماخدتش order هيقول لك in order to اوكي يعني في حالة ان هي لو هتمطر لازم تيجي بعدها في نابر سيرتي ناين بيقول لي don't you agree that he looks young his age يعني انت مش متفق معايا ان هو يبدو ان هو صغير على سنه هنا يبقى طبعا انت هنا يعني صغير على سنه هنا بيقول لك fruit and vegetables lots of vitamins يعني عايز يقول لك تحتوي contains هنا يعني تحتوي على يعني هنا الفرق بين contain وانكلود يشمل كذا وكذا وكذا لكن contain هنا يعني يحتوي على الشيء داخل الشيء في نامبر 41 هنا بيقول لي هنا she's a lot of pressure at work at the moment يعني عايز يقول لك ان هي تحت ضغوط هنا كثيرة في العمل بتاعها يبقى under a lot of pressure اما في نامبر 42 بيقول لي the nurse visits here on a pieces طبعا هنا ايه هنا daily daily pieces هنا يعني طبعا معناه هنا بشكل يومي وانا daily pieces يعني بشكل ايه يومي يعني طبعا النيرس بتزور بتزورها بشكل يومي اوكي في نامبر 43 هنا بيقول لي زا جونسونز are very well they have a house in the center of london يعني عندهم بيت فين في وسط لندن يبقى طبعا هم عيلة غنية اللي هو ايه هنا اه will yeah will off will ايه off وفي كشة نامبر 44 بيقول ليزا بوث بوث هنا اللي هو طبعا ايه اللي هو الرئيس الكتري تتقصع منا اقول اه 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 توقع لانش يعني عملنا ايه كلنا لانش طبعا هنا هنقول له هنا كورس لانش كورس ايه لانش احنا عارفنا يعني كورس كورس هو يعني ايه يعني عبارة عن جزء من ايه من الوجبة هنا برضو هنا في كشن نابر 45 هنا بيقول لي there is no point in for the job يعني ما فيش فايدة ان احنا طبعا نتقدم للوظيفة هنا يبقى هنا طبعا 45 هتقول له هنا ايه applying in applying ايه for the job في 46 هنا بيقول لي you need a will diet lead a health lifestyle يبقى طبعا انت محتاج هنا ايه نظام غذائي كويس جدا اللي هنا طبعا هي ايه هنا اللي هو balanced وكلمة balanced هنا يعني متوازن هنا في توازن في فورتي هنا سيفن بيقول لي she asked for a second as the food this is so good ومدام هنا الاكل طبعا عجبه جدا فهو عايز جزءتين من الاكل يكمل ودي اسمها helping هنا helping في كشن نابر 48 بيقول لي cereals are good for you حبوب الطعام جيدة لك because most of them لان معظمها are in fat قليلة في الدهون هنا يعني الليلة هنا وهي في كشن نابر 49 بيقول لي mini busy housewives ويقول طبعا هنا لما يكون اه ربات المنزل اه مشغولين today buy foods بيشتروا اطعمة ايه هنا قالك بيشتروا اطعمة frozen وكلمة frozen هنا يعني اطعمة متلقة في كشن نابر 50 هنا بيقول لك he couldn't copy the workload so he resigned ما يقدرش طبعا يعني يتحمل الشغل اللي هو الزيادة عشان كده هو استقال هنا فطبعا هنا ايه كوبي ويز كوبي ايه ويز نروح بعد كده على كوشن نابر 51 بيقول لي I'm tired of wishing by hand I could with wishing machine طيب هنا انا نقول له هنا do was وكلمة do was هنا يعني يتعامل معه يتعامل ايه معه في نابر 52 بيقول لي the gardener decided to retire وهنا طبعا نقرر ان هو يتقاعد في سن الففت الخمسين وبهي اكله على بعض اسمها add the edge of يعني في عمر نيجي بعد كاكوشش عن نابر 53 بيقول هيلين اوفرد طبعا عرضت to give me ان هي تعطين ازا four here delicious pizza ودي حاجة اسمها اه وصفة الاكل اللي هي recipe 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 يعني وصفة ايه عمل طريقة البيتزا فنابر 54 هنا بيقول لك I love chips يعني بيحب البطاطس but the doctor advised me الدكتور نصحني not to eat food وهنا الدكتور نصحني انما كل شي الفرايد food وده اسمه الاطعمة اللي هي ايه المقلية اما 55 eating a part of chocolate ان انت تاكل طبعا جزء من الشوكولات from time to time want to do you in home من وقت الاخر مش هيسبب لك اي مشكلة والمصرح كل اسمه from time to time يعني من حين الاخر فنابر 56 هنا بيقول له to keep in good عشان طبعا ان انت في تكون جسمك كويس you should exercise more هي معروفة هي good body ولا good shape هنا good shape يعني شكل جيد يعني اما في قشن number 57 سيفين بقول لشين يا عمرها ما بتشرب مياه because it's too fizzy لانها فيزيية كلمة تسوي هنا ايه gazi 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 water معناها ايه يعني مشروبات غازية اه في قشن number 58 بيقول له he was late so i decided to time by reading كان متاخر جدا عشان كده قررت ان انا وكلمة هنا يعني يشغل نفسه به يشغل نفسه به بالقراية لغاية هو ما ييجي في number 59 بيقول له john felt a sharp in his bag وده قلم شديد واسمه هنا اشارب هنا ايه اللي هو sharp pain pain يعني قلم هنا نروح بعد كده على question number ايه وكوشن number 60 بيقول اذا teacher refused to put with his bad behavior any longer يعني رفض المستل ان هو يتحمل ودي اسمه put up with يتحمل السلوك السيء اا اكتر من كده في six to one هنا بيقول له هنا it took six months for him خاد منه طبعا ست شورته fully ان هو يتعالج from his illness يعني يتعالف من ايه من المرض بتاعه وبعد كده في question number six to two بيقول له هنا ماسيو واز فايند يعني اتغرم بكان بمية دولار for driving edge لانه كان تحت السن هنا طبعا بيقود السيارة هو تحت السن اما في question number six to three بيقول له I enjoy eating a hood طبعا بيستمتع باكل الهوتي food but it gives me in digestion يعني بيعمل له عسر هضم هنا وطبعا هنا الاكل اللي هو ايه spicy اللي هو الحراء او الحور في six to four هنا بيقول له electric fires give less heat than cool fires ودي طبعا هنا ايه هنا اللي هي اه give off give ايه off في number six to five ايه بيقول زميل was delicious اكلة لزيزة special زمين هنا ايه من course من ايه course خلصنا طبعا الجزء بتاع ايه اللي choose ويبعينا كده الجزء بتاع مين الريرايت اللي هو ايه هنخلصه مع بعضينا تعال نشوف مع بعضينا الجزء بتاع الرايت هنا هم خمس جمل مع بعضينا في number one بيقول لك the island gets some more exciting during the festive season قال لك ان الجزيرة طبعا بتحصل على كثير من الاثارة خلال طبعا ايه في الفيستف سيزن اللي هو طبعا ايه الفصل ايه زي كده في فصل الاحتفال يعني فطبعا انت هشيل get some more exciting دي وتحط مكانها comes to life واقولي هنا the island comes to life during the festive season number two هنا بيقول لك meat becomes unfit to eat يعني اللحمة طبعا بتصبح هي غير ملأمة للأكل if you don't put in the fridge لو انت بش هتحطها في التلاجة كل اللي هتعمله طبعا انت هشيل becomes unfit to eat وتحط طبعا كانها goes bad فهتقول meat goes bad if you don't put in the fridge لو مش هتحطها في التلاجة في كشن نمبر سري هنا بيقول لي هنا ايه she had the most enjoyable experience in Spain يعني ايه اكثر تقربة ممتعة فين في اسبانيا قال لك استخدم time of her life يبقى نقول له she had طبعا نشيل كلمة and jubel experience ونحط كده she had the most time of her life on holiday يعني قضت احسن وقت في حياتها في الاجازة in sp now فين في اسبانيا نمبر فور هنا بيقول له my brother is been this a load of time watching تلفزيان يعني اخوي بيقضوا هاتي كتير قدامي التلفزيون قال لك استخدم couch potato طيب يبقى تقول my brother هنا يعني اخوي اماله هنا is a couch a potato يعني شخص بيحب الكنبة يععد على الكنبة كده ويتفرج ايه بالساعات على التلفزيون فنمبر فايف هنا بيقول له I like sugar so I find it hard to lose weed. انا بيحب السكر عشان كده انا باجت صعوبة ان انا انقص في الوزن اللي كيستخدم sweet tooth يبقى تقول له هنا I am afraid انا خايف I have good as sweet tooth يعني تقول له I have good as sweet tooth معناها كده ايه بقى ان انا بحب الشجر كثيرا سكر كتير عشان كده هتكمل بقى so I find it hard to lose weed عشان كده انا باجت صعوبة ان انا ايه هنا ان انا اقل في الوزن انت طبعا دي اخر حاجة معنا كانت على البورت وان الجزء الاول بالنسبة ايه ليه الكيي وكابلري وكل وكل الحاجات اللي معنا ايه والفريزل والبروبوزوشنز وطبعا ان شاء الله في البورتو جزء التاني هنشرح مع بعضنا جزء ايه الجرامر اه في نهاية اشتركوا في القناة